استمراراً لتنفيذ خطوات الأسرة النضالية ضد إدارة السجان نفذ الأسرة كفى في سجون الاحتلال خطوات العصيان الجماعية إلى جانب أسرة سجن نفحة وذلك استناداً للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرة رداً على إعلان إدارة السجون البدء بتطبيق الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتامار بنكفير خطوات العصيان تمثلت في إغلاق الأقسام وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني وارتداء لباس البن الشباص الذي تفرضه إدارة السجون وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرة لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن لجنة الطوارئ بدورها أعلنت أن سلسلة الخطوات التصعيدية ستكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل إدارة السجون وكعادتها تقابل أي تحرك من الأسرة بتهديدات لإثنيهم عن قراراتهم إذ هددت بتجديد الإجراءات بحقهم عبر استهداف نظام الفورة بحيث يتم تقسيم مدتها إضافة إلى صحب بعض الأدوات الأساسية التي يستخدمونها داخل الغرف كالبلاطات الحرارية وكان المتطرف بنكفير قد أعلن عن إجراءات عقوبية ضد الأسرة تعلقت بالتحكم بكمية المياه التي يستخدمها وتقليص ساعات الاستحمام بحيث يكون لكل قسم ساعة خلال اليوم هذه الإجراءات التي سبقها اتخاذ خطوة عنصرية بإغلاق بنكفير مخابز الخبز العربي للأسرة في سجون الاحتلال هذه الشوامر تلفزون في العسطين